تسعة أندية عربية متأهلة إلى دور الستاشر من دوري أبطال أفريقيا تمثل خمس دول عربية للمشاركة في دور الستاشر دوري المجموعات من النسخة القادمة دوري أبطال أفريقيا 2023 إن شاء الله هنتكلم في هذا الفيديو عن التسعة أندية وهنتكلم عن الخمس دول التي تمثلها هذه الأندية أيضا تصنيف هذه الأندية ووجودها في مجموعات نارية متوقعة وأيضا تاريخ الحصول على الألقاب بالنسبة للتسعة أندية المشاركة في دور الستاشر لكن في بداية الفيديو أتمنى عمل لايك للفيديو ومتابعة الفيديو للنهاية واكتب لنا في التعليقات أنت بتشجع مين من الأندية العربية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا طبعا وصل حتى الآن أو وصل نهائيا رسميا تسعة أندية إلى دور الستاشر دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا يتصدر هذه الأندية الأهلي المصري اللي عنده 78 نوطة الوداد المغربي 71 نوطة الترجي التونسي 71 نوطة الرجاء المغربي 54 نوطة الزمالك المصري 43 نوطة شباب بولزداد الجزائري 27 نوطة شبيبة القبائل الجزائري 22 نوطة الهلال السوداني 19 نوطة المريخ السوداني 9 نقاط هذه التسعة أندية العربية المشاركة في دور الستاشر إن شاء الله تمثل هذه الأندية خمس دول عربية يمثلون مصر والمغرب وتونس والجزائر والسودان طبعا عدد النسخ اللي أقيمت من دوري أبطال أفريقيا 56 نسخة سابقة الأكثر تتويجا هو النادي الأهل المصري 10 ألقاب والنادي المتوج أخيرا أو النسخة الأخيرة هو نادي الوداد المغربي أما لو رحنا إلى التصنيف بتاع الأندية في هذه القرعة القادمة بإذن الله نجد في التصنيف الأول يوجد الأهل المصري الوداد المغربي الترجي التونسي الرجاء المغربي 4 أندية من التسعة موجودين في التصنيف الأول وبالتالي الأربعة مش هيواجه بعض في دوري المجموعات نروح للتصنيف الثاني موجود في نادي واحد عربي هو نادي الزمالك المصري أما في التصنيف الثالث يوجد ثلاثة أندية ناديين من الجزائر شباب بولزداد الجزائري وشباب وشبيبة القبائل الجزائري وأيضا الهلال السوداني أما في التصنيف الرابع يوجد أيضا فريق واحد أو نادي واحد هو المريخ السوداني طبعا في التصنيف الثاني بجانب الزمالك موجود ساندونز الجنوب أفريقي حرية كونكري الغيني وبيترو أتلاتيكو الأنجولي ويوجد في التصنيف الثالث بجانب شباب بولزداد وشبيبة القبائل واليلال السوداني يوجد نادي سيمبا التنزاني ويوجد في التصنيف الرابع بجانب المريخ السوداني فيبرز الأغندي والكتن الكاميروني وفيتا قلب الكنغولي المتوقع صعوده يوم الخميس القادم بإذن الله موعد إجراء الكرعة أو كرعة دوري أبطال إفريقيا دور الستاشر دوري المجموعات هيكون في شهر نوفمبر القادم في مقر الكاف بمصر وبداية المباريات بداية مباريات هذه المجموعات سيكون في شهر فبراير 2023 عشرة فبراير 2023 حتى أبريل 2023 نيجي لتاريخ الأندية اللي حصلت على ألقاب من التسعة أندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا في دور الستاشر النادي الأهلي حصل على عشرة ألقاب 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، 2021 يأتي في المركز الثاني من هذه الفرق التسعة نادي الزمالك المصري عنده خمسة ألقاب 1984، 1986، 1993، 1996، 2002 في المركز الثالث الترجي عنده أربع ألقاب 1994، 2011، 2018، 2019 بعد كده الوداد المغربي ثلاثة ألقاب 1992، 2017، 2022 يأتي بعد كده الرجاء المغربي ثلاثة ألقاب أيضاً 1989، 1997، 1999 يأتي بعد كده نادي شبيبة القبائل عنده لقابين 1981، 1990 يتبقى سلاسة أندية من التسعة شباب بولزداد الجزائري والهلال السوداني والمريخ السوداني بدون ألقاب السلاسة أندية وستة أندية من التسعة عندهم ألقاب الأهل عشرة، الزمالك خمسة، الترجي أربعة الوداد تلاتة الرجاء تلاتة وشبيبة القبائل اتنين نتوقع مجموعات نارية وممكن نلاقي أندية عربية موجودة مع بعضها في المجموعات طبعاً إن شاء الله نتمنى أن تكون القرعة رحيمة بالأندية العربية وتبعد عن بعضها يعني قدر المستطاع ولكن للأسف هيكون موجود أندية عربية أكيد مع بعضها لأن موجود عندنا تسعة أندية عربية من ضمن الستاشر في دوري أبطال إفريقيا دور الستاشر ولنا توقعاتكم للأرعة النارية المتوقعة ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته